السلام عليكم معكم طلال نقار هذا الفيديو هو متابع للفيديو الأخير اللي حكيت فيه عن ممارسة طبي أمريكا بالنسبة لأطباء المخضرمين وردني سؤال عن موضوع ما أظنني ما شرحته بشكل جيد أو بشكل دقيق أنه كيف الواحد يمارس الطبي أمريكا بدون ما يحصل على البورد البورد الأمريكي فأظنني حكيت هالكلام بس ما فصلته فبرجع بحكيه بشكل دقيق شهادة البورد الأمريكي ليست مطلوبة للحصول على الترخيص أو ترخيص الطبي بالولاية فالمطلوب هو سنوات التدريب ومثل ما شرحتها هي بتكون ACGME Accredited هذا يعني أنه شهادة البورد ما هي جزء من الأوراق المطلوبة لكن ممكن تكون مطلوبة لما المستشفى أو العمل الخاص اللي بدك تشتغل فيه بدون البورد يكون اللي هو شخص محقق سنوات التدريب المطلوبة ليحصل على البورد بس ما حصل عليه بعد أو ما قدم لديه يعني ما بيسموه اللي جبل أو بورد سرتيفال اللي بيكون قدم الامتحان وحصل عليه فهذا بتعلق بمكان العمل نفسه فمعنى آخر أنت بشهادة البورد ممكن تقدر تشتغل أو ممكن ما تقدر تشتغل حسب المواصفات المشفى اللي أنت بدك تقدم عليه فيما شافي كتير بيوظفوا الأطباء بعد التخرج مباشرة بعد ما يخلصوا التخرج أصلي من أو من وهن بعدهم ما بيكونوا حصلوا على البورد بس بيكون في وعد أنه السنة الأولى مثلا بخلال السنة لازم يقدم على البورد ويحصل عليه لأنه بالنسبة لهم بفرق هذا الشيء بتقييم المشفى عدد الأطباء الحاصين على البورد شغلة مرة ثانية إلا نوعا ما إعلام أو إعلامي أو يعني العلاق بالإعلام أو كمان حتى بشركات التأمين صراحة الانشورانس كومباني كمان كتير بدأي على هذا الموضوع أحيانا مرة ثانية شهادة البورد ما هي شرط أساسي شرط ضروري بعض الأحيان وممكن استغناء عنه ببعض الأحيان الثانية لماذا هذا السؤال؟ صراحة هذا الشيء بيرجع بيقول لنقطة أنه الشركة أنه الهيئة البرد الأمريكية هي هيئة خاصة والشهادة التي تبنحها هي شهادة خاصة لدرجة أنه في من عدة سنوات أحد الأطباء ناقش هذا الموضوع أنه ليش عم يستغلون عندما أنه بالأخير هيئة البرد ستعمل الشهادة يعني بعد عشر سنين لازم تجددها ولازم تجددها تدفع رسم ألف دولار أو أكثر وتحضر امتحان وكذا فشغلة معدتة فاعتبروا أنه هذا موضوع استغلال تجاري وحتى أحد الأطباء يعني اقترح أو عمل بديل لشهادة ثانية بمعنى آخر صار في شهادة منافسة ممكن الطبيب يحصل عليها بجوز ما استبدلتها بالكامل بس الموضوع يعني فيه حكي أنه ليش نحن مقتزمين لازم نحصل على البرد الأمريكي محصل على شهادة ثانية مثلا هذا الشيء بيفتحنا موضوع أنه ليش هالخلل أصلا كله بالنسبة لأطباء السوريين صراحة نحن طول عمرنا كان في عنا مشكلة بإسم الشهادة اللي بنحصل عليها هالحكي ربما من عشر سنين عمره عشر سنين تقريبا لما ما كان لسه بتدع وشغلة اسم البورد السوري كلمة شهادة بورد يعني شهادة الإختصاص بالنسبة للأمريكان هون مثلا ما بيهمك أنه أنت حاصل على شهادة البورد الأمريكي بقدر ما بيهم أنه أنت وين عملت سنوات التدريب تبعك فالناس كلها معها بورد مثلا أو تعافي ما عمل معه بورد أو�� punched серيخ ولكني تغير مختلف mày انتدرب بحارفرد دعناwhich اطباء مثلا في الادلفيا مثلا بينسلفينياء الأولماء الكبير مشافي نيويورك مثلا مشافي الأسماء الجامعات المعروفة ستانفورد بي ment Grande بيقولك أنه معتش Suez ولأني استراد عليه وليس Biteて من الم混 Syria فالمكان التدريب هون فديل المكلة تتدريب حتى من الشهادة حيث لأن الشهادة عادة تحصيل حاصل بالنهاية بسوريا صراحة كان عندنا مشكلة بأن شهادات التعليم العالي مثلاً كنا نفتخر ونقول نحن شهادتنا اسمها ماجس سير مثلاً مقابل اللي هي شهادة الدراسات العليا ترجمها من إنجليزي ماجس سير ونفرح بهذا الكلام مقابل شهادة وزارة الصحة الأطباء اللي بيختصوا بمشافي وزارة الصحة كان يأدموا امتحان مركزي بيسموه الكوليكيوم فبسموه شهادة الإختصاص فكان يخلق فرق بين الشهادتين وأنه نحن تعليم عالي وأنه كده بس لما بتجي على الواقع صراحة لما نروحها السعودية لما رحنا على السعودية شهادة الماجس سير سمعتها إنه هاي شهادة بحثية بتحتاج تدريب سنتين فقط لما نقول لهم إنه معي ماجس سير فيقللوا من قيمة الشهادة صراحة مو هي شهادة يعني كلمة لما نحن لما بتروح الخليج واسم شهادتك ماجس سير أو ماستر فهذا الشيء بيقلل من قيمتها ما بيفعل من قيمتها أبداً ليش؟ لأنه مثلاً الإخوان المصريين مثلاً لما بدون يعني شفت كتير زملاء التقيت معهم يعني واشتغلت معهم يا أما بيعمل ماستر بعد سنتين تدريب فقط بيقدر يقدم على شهادة الماستر وبياخدها وبيصير معهم متخصص أو ماستر يعني هيك اسم الشهادة تبعهم أو بده يكمل دكتوراه فبده يكمل أربع سنين تانيات فبيصير بيحصل على الدكتوراه بنفس التخصص بالقلبية أو بالصدرية مثلاً فلما نحن كنا بالسعودية مثلاً كنت بالسعودية أنا معي ماستر مثلاً بيسموه الشهادة هيك اسمها مرة تانية وزميلي المصري معه ماستر طيب أنا تدريبي أربع سنين هو تدريبه سنتين وعم نتعامل نفس المعاملة فهذا الظلم كان صراحة ربما تلافق والخطأ كله أصلاً بيقول إنه ليش هم تسمي شهادتك ماستر أو دكتوراه شهادتك شهادة الماستر أو شهادة الدكتوراه هي شهادة بحثية ما لا علاقة بالتدريب نفسه الا علاقة بإنه أنت تعمل رسالة مشروع تخرج مشروع الماستر بيسموه سنتين تشتغل عليه مثلاً أو حسب ما يرضى عليك المشرف وبتقدمه وبتنجح وبتناقشه وبتاخد الماستر هذا الشيء موجود بكل فروع العلم موش بس بالطب مثلاً موجود بالهندسة موجود بكل الفروع حسا الفروع النظرية بتعمل الماستر مدته سنتين بتدرس سنتين وبتقدم الامتحان تبعه تصير معك الماستر بدك الدكتوراه البي اتش دي البي اتش دي بدي تدريب أكثر فيا سنتين تانيات يا أربعة سنتين تانيات حسب الفرع اللي بدك تقدم عليه فبصيل تحاصل على البي اتش دي فهي بداية ماستر بعدين البي اتش دي بالنسبة للطب بسبب هذا الخلط المفروض اذا ما فكر بشي اسمه ماستر او بي اج دي مثلاً انا شهادتي اسمه انا اللي عم عمله بالطبع عمام التخصص شهادة التخصص اللي هي بتتعلق بسنوات التدريب امراض الداخلية مثلاً بسوريا حالياً بيتدربوا اربع سنوات انا بنهاية الاربع سنوات لازم احصل على شهادة اسمه شهادة الاختصاص بالامراض الداخلية ترجمته هاي صار اسمه شهادة البورد السوري هذا الشي تلافو المسؤولين صراحة جمهات الصحة وجمهات التعليم العادي مؤخراً وتأخراً جداً ان تصلها متأخراً افضل لا تصل فتلافو انه اخترع وهي الشهادة الجديدة صار اسمه شهادة البورد السوري اللي بيحق لجميع الخريجين الصحة والتعليم العادي والدفاع انه يتقدمونها او حتى مشافي الشرطة اضرهم كمان انه يحصلوا عليها بعد الحصول على سنوات تدريب معينة ما بعرف اذا كان لازم يقدموا الامتحان او لا مثلاً اذا كنت ناجح بشهادة الدراسات هاي تفصيلات ما كتير ما بعرفة اني ما دخل فيها انا صراحة المشكلة انه هاي الخطوة كانت متأخرة جداً بالنسبة خاصة للي بيروحها الخليج لانه لهلأ على حد علمي ربما على الاقل من سنتين ثلاثة انه هيئة التخصصات بالسعودية ما كانت عارفة بهي الشهادة الجديدة وما في تواصل بسبب ظروف الحرب مثلاً او القطيعة وبالتالي ما معترفين بهي شهادة البوردة سوري بعدهم عم يتعاملوا معها على الوضع القديم فان شاء الله يا رب يتصلح هذا الوضع ويصير فيه انصاف للأطباء السوريين اللي بيطلعوا الخليج لانه معهم تدريب مدته اربع سنوات او خمس سنوات او ست سنوات بالتخصصات الثانية جراحية مثلاً او غيرها فحرام نسمي شهادهم مثلاً مهسر او ماجستير او كده اسمهم معهم شهادة الاختصاص لهي اسم شهادة البوردة سوري ان شاء الله يا رب هاي الشهادة بتكتسب السمعة الطيبة او التقييم الجيد وما بيكون في ظلم للأطباء اللي حاصلين عليها في مشكلة جديدة طبعاً يعني ان تصلها متأخراً بس للأسف صار في خلل كبير طبعاً بسبب هاي الشهادة نفسه شهادة البوردة السوري انه بتغيير شوي بنظام الدراسات العليا ام حكي عن دراسات العليا صار الطبيب يقدر يدخل على تخصص القلبية مثلاً تخصصات الفرعية بدون ما يقدر يعمل بدون ما يعمل تخصص الداخلية يعني صار يدخل على تخصص القلبية مباشرة بيعمل سنتين تدريب داخلية وبعدين بيتقل للفرعي تبع القلبية اظن توتر خمس سنين او ست سنين اما ما يحافظ الرقم وبالنهاية بيقدم شهادة البورد بيحصل على شهادة البورد السوري بالامراض القلبية بدون ما يكون معه شهادة البورد السوري او شهادة التخصص بالامراض الداخلية وهذا خلل كبير بالخليج هاي الشهادة قيمتها بتنقص كتير بدون ما يكون معك أمراض داخلية صراحة فشلون الناس الأطباء عم يتعاملوا مع هالموضوع شلون عم يزبطوه عم يسمحون بالصحة يقدموا يعني صراحة هاي مشكلة أنا ما بارف زلساتها موجودة لهالقائمة بس هي مشكلة كبيرة وأتمنى مسؤولين يفهموها ويعرفوا انه انظلموا الأطباء بانه حرموهم أو يعني خلوهم اختصروا عليهم سنوات الداخلية وهذا الشي غلط كبير برجع لموضوع لأمريكا أحد الشرات اللي فاتتني بالفيديو السابق صراحة من اللفات والتحايل عن النظام أو المرونة تبع النظام صراحة أنا بعتبر هون النظام الطبي أو العموما اللامركزية بتعطيك مرونة بانه انت بتقدر تلف على كل الأمور صراحة أحد الزملاء بعرفه وتحدث معه من فترة عمل اختصاص نون اي سي جي ام اي يعني عمل فيلوشيب يعني اجا من بلاده بتخصص يعني ما نحافظه كان تخصص الصراحة أظن كان جراحة عصبية واجه بتخصص عمل ثلاث سنوات أو سنتين أو ثلاث سنوات نون اي سي جي ام اي يعني معنى آخر هذا التدريب ما له قيمة بهيئات البورد بيروح على هيئات الترخيص بيقولوا انت ما لك اي سي جي ام اي بس هو عمل تخصص دقيق جدا ممكن للناس بتعملوا صراحة وهذا التخصص بيخوله يعمل تداخلات واجراءات مو اي واحد بيقدر يعمله يعني ما هو تخصص شائع ما نحافظه هو بدون تفاصيل يعني فالمشفى اللي هو عمل فيه هذا التخصص عرض عليه انه يتوظف عنده وهذا المشفى بيكون مركز كبير عادة ومنكسب طبعا المشفى انه اولا هذا الطبيب مو دائما متوافر مو كل الناس عنده هذا التخصص وشريطان انه بيقدر يكسره بالسعر لانه هو جاي اصلا بدون ما يعمل التخصص الاصلي بامريكا وبالتالي هو عم يعطيه فرصة انه توظف عندي المشفى بالسفيد بنقص عليه كتير من الراتب قياسا بخريجين امريكا اللي هنم خلصين كل شي بامريكا بس بنفس الوقت عم يعطيه فرصة انه يشتغل ويعني عم يعطيه فرصة كبيرة صراحة لو ايسا واحد بمكان هذا الطبيب حيقبل طيب شو الحل كيف يحصل على الترخيص لانه المشفى بده اياه فالكريدينشاني كوميتي تبع المشفى اكيد ستوافق بس على كل الموجود لانه هو تدريبهم هو تدرب عندهم بس بده يحصل على ترخيص من العمل بالولاية اللي هو عمل فيها والولاية ما هتعطي الترخيص لانه هو مانو اي سي جيمي في شي اسمه ترخيص للعمل جو المنشأ فقط بمعنى اخر هذا الطبيب يحق له ان يمارس الطب داخل جدران المشفى لو بالطريق صار في حادث ثير ما بيحق له يمارس الطب ابدا لانه بيكون عم يمارس الطب بدون ترخيص بس هو اصلا ما نو بحاجة ليمارس الطب خارج المشفى هو طبيب متخصص تخصص فرعي 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 يعني ثلاث تخصصات ربما وبيشتغل بغرفة العمليات مثلا فهو اصلا ما نو مضطر يشتغل بره المشفى ولا بده يعمل مون لايتنج يعني مناوبات هو عم يشتغل بهذا المشفى وبالتالي هو عم يحقق اللي بده اياه فهذا احد الامور اللي ممكن حتى لو مانو اي سي جيمي بياخد الامور اللي هي ترخيص للعمل بالمنشأة فقط وبيمارس الطب وربما بعد سنوات يعني في بيقدر يصلح وضعه مثلا بعض السنوات التدريب ياخد مثلا لقب وكذا يعني مرة تانية انه هذا حتى مع نون اي سي جيمي ممكن الطبيب يلاقي مخرج لموضوع الترخيص وموضوع العمل بامريكا اتمنى ان يكون فيدكم بهذا الفيديو والفيديو السابق وان شاء الله يا رب مرة تانية برجع انا حكيت بشكل عارض عن قصة الشهادات بسنوات سوريا وطريقة التعامل فيها بالخليج عسى والعل ان شاء الله يا رب تتصلح الامور وان شاء الله يا رب للافضل ان شاء الله السلام عليكم